طيب نروح دلوقتي لمنا نشوف أخبار الرياضي يلا بينا عندنا أخبار كتير وعندنا مبارات كتير خلينا نشوف إيه اللي حصل وإيه اللي حيحصل كمان اللي مدة يومين جايين في أخبار الرياضة أهلا بيكم جولة مع أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية أهلا بيكم من جديد منتخبنا الوطني بيواصل استعداداته لمواجهة الكودفور واللي هتتلاعب يوم الأربع الجاي في دور 16 لبطولة أمم أفريقيا اتضربت كل لعبت المنتخب مبارح على ملعب جاموبا أنيكسي وفريق الزمالك فاز على المريخ السوداني بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي اللي جمع بين الفرقتين مبارح على استاد عبداللطيف أبورجيل منتخب بوركينا فاست أهل دور الثمانية من بطولة كاس الأمم الأفريقية بعد ما فاز بضربات الجزاء بنتيجة 7-6 ضد الجابون وده بعد ما خلص الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1 في المباراة ومنتخب تونس حسم تأهله مبارح للدور ربع النهائي من بطولة كاس الأمم الأفريقية بعد ما فاز على منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب رومدي أدجيا ضمن منافسات دور 16 من بطولة كاس أمم أفريقيا سجل هدف نسور قرطاج في دقيقة 47 قائد المنتخب يوسف المساكني وفريق ليفر بول بيواصل انتصاراته وفاز مبارح على فريق كريستل فالس بنتيجة 3-1 في الموجهة اللي تلعبت ضمن منافسات جولة 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بكده ليفر بول بيحتل وصافة جدول الترتيب الدوري برصيد 48 نقطة وكريستل فالس في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة أما بقى نادي أرسنل فات عادل مع فريق بيرنلي بنتيجة 0-0 وده في المباراة اللي تلعبت على ستاد الإمارات في إطار مباراة الجولة رقم 23 في منافسات الدوري الإنجليزي كده أرسنل بيرد فع رصيده ل 36 نقطة في المركز السادس وبييرنلي رصيده 13 نقطة في المركز العشرين والأخير أما بقى لستر سيتي اتعادل مع نادي برايتن بنتيجة 1-1 وبالنتيجة دي نادي لستر سيتي رفع رصيده لنقطة 26 في المركز العشر ونادي برايتن رصيده وصل ل30 نقطة في المركز الثالث من 22 مباراة وتشيلسي حقفه زنبارح على فريق تاتنهام بنتيجة 2-0 في ديربي لندن واللي جمع بينهم في قمة منافسات الدوري الإنجليزي كده تشيلسي بيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ورصيده 47 نقطة أما تاتنهام في المركز السابع ورصيده 36 نقطة أما بقى رياد مدريد اتعادل مع إلتشي بنتيجة 2-2 وده خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين في جولة رقم 22 في الدوري الأسباني بالنتيجة دي رياد مدريد بيحافظ على صدر ترتيب الدوري الأسباني براسيد 50 نقطة وقلتشي في المركز الخمستاشر براسيد 23 نقطة